اشتركوا في القناة سبعة ثمانية تسعة عشرة فتح ولت النشون مساؤل بسم الله الرحمن الرحيم أين هم؟ لقد تركتهم هنا أين ذهبوا؟ لقد أفزعتموني عفوان يا عبد الحدواتي غبت عنكم لحظة فأقمتم الدنيا ولم تقعدوها لقد أردنا أن نلعب في غيابك إذا كنتم تريدون متابعة اللعب فأواجدوا حكاية اليوم إلى الغد حسن حكايتنا اليوم من سوريا قد يقول قائل بعد أن يسمعها لكن هذه الحكاية تروى في بلادي لا بأس أوليست كل بلادنا عربية ومن الطبيعي أن تتشابه فيها الحكايات الشعبية عنوان الحكاية علاء الدين والأميرة التي لا تتكلم تقول الحكاية كان يا مكان في قديم الزمان لحتى كان كان هناك ملك اسمه بهاء الدين لديه ولد وحيد اسمه علاء الدين لكن بهاء الدين الأب كان بخيلا جدا في أحد الأيام جاء إليه سائل وطلب منه بعض المال فصده ورده بعنف لكن علاء الدين الإبن ذهب وعطاه سرا ما طلبه من المال عندما علم الأب بهاء الدين بما فعله ابنه علاء الدين غاضب منه وطربه من القصر بل من المملكة كلها فذهب علاء الدين يمشي دون هدى لا يعرف إلى أين يذهب سار وسار وسار إلى أن وصل إلى إحدى الممالك وكان الوقت ليلا بات ليلته تلك وفي صباح اليوم التالي أحب أن يجول في المملكة ليتعرف عليها فوصل في جولته إلى أمام قلعة شاهقة ولفت نظره تسع وتسعون عمامة كانت معلقة على برج تلك القلعة ما هذا وليس بعيداً رأى قصر الملك وكان حوله الناس يتجمعون وعلى وجوههم علائم الحزن اقترب منهم وسأل أحدهم عن سر حزن الناس وسر تلك العمامات المعلقة على برج القلعة فقال له أحدهم إن الأميرة بنت الملك قد توقفت عن الكلام منذ مدة طويلة جداً فأصدر الملك فرماناً من يستطيع أن يعيد الكلام إلى الأميرة فله نصف مملكتي وثروتي ويتزوج من ابنتي وقد تقدم إليها الكثير من الشباب حاولوا معها من داخل المملكة ومن خارجها حاولوا أن يعيدوا إليها الكلام أن يحدثوها ولكنهم لم ينجحوا وكان الملك يسجن كل من يفشل في محاولته مع الأميرة ثم يعلق عمامته على برج تلك القلعة حتى صار عدد الشباني تسعة وتسعين شاباً أنا إذن فكر على الدين لماذا لا أقوم أنا بمحاولة أيضاً فطلب أن يرى الأميرة ويحدثها وسمح له بذلك دخل إلى القصر وجاءت إليه الأميرة برفقة الوزير طلب علاء الدين الإذن بالكلام فسمح له فقال للأميرة اسمعي يا مولاتي هناك لغز حير الكثير من الناس واستعصى الحل على الجميع سوف أقوله لك وأرجو أن تساعدين في حله يقول اللغز مات أحد الرجال وقد ترك خلفه ثلاثة أبناء وترك لهم وصية بتركته كلها أي بكل ثروته وكانت ثروته مؤلفة من سبعة عشر جملاً وهم ثلاثة أبناء كتب في وصيته الإبن الأول الأكبر يأخذ نصف الثروة والثاني ثلثة الثروة وأما الثالث فيأخذ تسعة الثروة وترك هذه الوصية عند القاضي عندما مات الرجل ركب القاضي جمله وجاء لكي ينفذ وصية الأب فكيف يوزع الجمال بالعدل على الأولاد الثلاثة مع أن العدد سبعة عشر لا يقسم إلا على نفسه ما رأيك يا أميرة فصمتت الأميرة ولم تجب سوف نتركها في صمتها وتفكيرها ونحاول أن نحل اللغز نحن هنا الآن من يستطيع أن يقسم الثروة بالعدل دون أن يقسم أي جمل إلى نصفين أنت أن كل واحد يأخذ أثنان والثاني يأخذ أربع والباقي يأخذ الثالث لم يكن هذا الحل من لديه حل ممكن وكذلك الجميع في المملكة لم يكن يعرف أحد حل اللغز فقال علاء الدين ما رأيه الوزير كيف يقسم القاضي الثروة بالعدل فقال الوزير يبيعون الجمال ويوزعون أثمانها على الأولاد الثلاثة حسب النسب التي أوصى بها الأب فقالت الأميرة له بل إن القاضي قد جاء على جمله لكي يكون الجمل الثامن عشر هي كانت سبعة عشر جملا وجاء القاضي على جمله فصارت ثمانية عشر ثمانية عشر جملا في هذه الحال إذا أخذ الأول نصف الثروة أي تسعة جمال تسعة من ثمانية عشر وثلث الثمانية عشر هو ستة ثم يأخذ الصغير التسع الأخير وهو إثنان تسعة زائد ستة خمسة عشر زائد اثنين سبعة عشر ويحتفظ القاضي بجمله ويعود به إلى بيته هكذا قالت الأميرة ففرح الجميع جميع من كان هناك بأن الأميرة قد تكلمت أخيرا فذهب الوزير إلى الملك وأخبره بتلك البشر الجميلة لكن الملك لم يصدق وقال أريد أن أسمعها وأن أراها بعيني تتكلم فأمر علاء الدين أن يأتي في اليوم التالي وذهب علاء الدين يفكر في حكاية أو لغز أو أي شيء آخر لكي يجعل الأميرة الجميلة تتكلم من زديد وجاء في اليوم التالي حسب الموعد المحدد وكان الملك حاضرا وكذلك الوزير والأميرة جلس علاء الدين وطلب الإذن بالحديث فسمح له فقال كان يا مكان كان هناك ثلاثة أخوة ولهم ابنة عم جميلة جدا وكانوا يحبونها وكل واحد منهم يريد الزواج منها لكن عمهم قال لهم سوف أزوج ابنتي من الذي يأتي لها بأحسن مهر وأغربه فانطلق الثلاثة في بلاد الله الواسعة كل إلى بلد وصل الأخ الأكبر إلى مكان بعيد جدا فعمل عند أحد صانعي الزجاج مدة من الزمن وكان جادا وفيا لعمله فكافأه صاحب العمل في النهاية بأن أحداغ مرآة يستطيع أن يرى من خلالها أبعد مكان يريد أما الأخ الثاني فقد ذهب وعمل عند مزارع كان لديه الكثير من الأراضي والدجاج وكان بين الدجاجات دجاجة غريبة الشكل واللون كانت مختلفة عندما انتهى عمله هناك كافأه صاحب العمل على جهده بأن أهداه تلك الدجاجة قائلا لا إنها تشفي المريض فأخذها أما الثالث فأنه بحث عن عمل مدة طويلة لكنه لم يجد وفي أحد الأيام التقى بعض الأخوة الذين كانوا يتنازعون فيما بينهم من أجل ثروة أبيهم فقدم لهم الحل فأهدوه بساطا غريبا هو بساط الريح فصعد على متن البساط وانطلق في ذلك الفضاء الرحب يبحث عن أخويه حتى وجدهما فرح الأخوة باللقاء من بعد غياب ثم أرادوا أن يروا ابنة عمهم فإذا بالأخ صاحب المرآة يضعها أمام الجميع وإذا بابنة العم مريضة مرضا شديدا خافوا عليها فقرروا أن يذهبوا بسرعة على متن ماذا؟ على متن البساط بساط الريح وانطلقوا وهناك عندما وصلوا كانت بلا حول ولا قوة فقدم لها الأخ الأصغر الدجاجة التي تشفي من الأمراض فطبخوها وأكلتها وبإذن الله رب العالمين شفيت من مرضها الغريب العجيب وهنا سأل علاء الدين لمن تكون ابنة العم زوجة لصاحب البساط الذي أتى بالأخوين بسرعة أم لصاحب المرآة الذي رآها مريضة وعرف بمرضها أم لصاحب الدجاجة الذي أهداها إياها فأكلتها فشفيت وهنا قال الملك طبعا لصاحب البساط فقالت الأميرة لا بل لصاحب الدجاجة فهو كان سبب شفائها بعد الله عز وجل وهكذا رأى الملك بأم عينيه كيف أن ابنته الأميرة التي سمطت عن الكلام وقتا طويلا قد عادت تتكلم بإذن الله وبفضل حكاية ذلك الشاب على الدين فأعطاه نصف ثروته ونصف مملكته وزوجه من ابنته لكنها اشترطت قبل أن يقيم العرس أن تطلق سراح جميع الشبان المسجونين بسببها في القلعة وتوتا توتا خاصة الحتوتا حلوة ولا مفلوتي حلوة حلوة مملكة قصورها من الشمع ولا تحكمها إلا الملكات تستمد الرعية غذاءها من رحيق الزهرات فتصنع منه غذاء للإنسان ليس أحلى منه على مر الأزمان فعن أي مملكة نتكلم إذا عرفتم الإجابة فأرسلوها إلى موقعنا الإلكتروني الذي سيقوله لكم محمد www.jcctv.net www.jcctv.net إذا عرفتم حل الأحجية فلكم جوائز مجزية